وأتحول إلى المتحدثة الثالثة افتراضياً ستكون معنا السيدة سوزان ميكايل وهي المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة السيدة ميكايل مساء الخير نرحب بك في هذه الجلسة وأود أن أسألك بوصفك مسؤولة عن المساواة ما بين الجنسين هل تري أن هناك مساواة بين الجنسين الرجل والمرأة في المعاناة في مناطق الصراعات أم أن المرأة ما زالت تتحمل ألعاب الأكبر خامة الرئيس عبدالفتاح سيسي رئيس جمهورية مصر العربية الجمع الموقر والمتحدثين الكرام الشباب أنه الأشرف عظيم لي أن أكون معكم هنا اليوم وافتراضياً وبالطبع نظر الارتفاع حالات الإصابة بكوفيد ناينتين ولكن يسعدني أن أكون معكم على الرغم من هذا وبالطبع نحن نحاول أن نبني المجتمعات سوياً وأود أن أتوجه بالشوك لحكومة مصر العربية لاستمرارها في دعم المرأة ليس فقط داخل دولة مصر ولكن أيضاً نظراً للأثر البالغ الذي تتركه في كامل المنطقة العربية والشرق العوسط في الطبع أن هذا السؤال هام للغاية كيف أن الحروب والأزمات تؤثر على المرأة على وجه التحديد بطرق عدة دعوني أقول أنه منذ خمسون أو مائة عام أن مضت كانت الحروب تدار بشكل مختلف ونحن نعرف كثيراً أنها كانت عبارة عن معارك في مناطق مؤهلة بالسكان وفي ذلك الوقت المدنيين كانت تتم حمايتهم من عثار تلك الحروب ولكن في منتصف القرن الماضي وكما نعرف أن النزاعات هي نزاعات طارئة تتعرض للمدن والقرى وبالتالي أصبح من الصعب حماية المدنيين في تلك المناطق والكل قد تأثر دعونا نقول هذا بالطبع بكون مديراً إقليمياً فأن كل مدني، امرأة، رجل، طفل، مسن، الكل تأثر بهذه النزاعات إنسانياً واجتماعياً واقتصادياً ونفسياً بالطبع بالطبع هناك أدلة من كامل أنحاء العالم وحتى من منطقتنا مثل سوريا العراق والليبيا وغيرها أن النزاع أكثر تأثراً وهذا ينعكس على العنف الذي يرتكز على نوع الجنس فنحن نعرف الآن نتيجة لهذه الحروب ولكن أيضاً يتأثر الأطفال بشكل خاص حين يتعلق الأمر إلى تعذيب الأطفال وتجنيد الأطفال في الجمعات الإرهابية والمتطرفين ولذا نجد أن كل من النساء والأطفال لا يتم حمايتهم كما ينبغي أو كما لا يحدث في الماضي هل يوجد أي تحقيق الإعمار الإنساني الشامل لحقوق المرأة في مناطق النزاعات؟ هناك أيضاً أشياء التي أريد أن أضعها اليوم عندما يتحدث إلى المؤكد 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 من هذه المؤكد وهي هي المؤكد 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 والأشياء التي أريد أن أضعها وما أود أن أقوله هنا أننا يتعين علينا أن نعم على حماية النساء والأطفال نجد كما ذكر عن اليمن أصبحت هذه المآسي ممتدة ونظراً لهذه الهزمات الهائلة نجد أن الكثير يتأثر وهذا ما يعرف عليها بالآثار السلبية لما بعد النزاعات وعلى مدار السنوات الطويلة وعلى مدار النزاعات عادة ما نجد أن هناك نماذج عدة لتقديم هذه المساعدات الإنسانية والمساعدات الإنسانية تعمل بشكل قوي وتسعى لإنقاذ الحياة وأنا أتفق أنا أتفق أن يجب أن يكون هنا كمراحل انتقالية للتعافي ولكن يجب أن يتم توجيه التمويل لبناء القدرات وأن يتم توجيه أفضل الممارسات لتلك المجتمعات وستعوقفون وأعتقد أن هناك مزيداً من الأسئلة ستوجه لي المدير الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكن المرأة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة